نبدأ الآن نشرح العصاني أساس سوف نفهم العصاني أساس حتى ندورها كيف سوف نحسب العصاني أساس ومعلومات المهمة سوف نضابطها وفهمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق يقدم مجموع من الخدمات المواطنين وفي هذه المنزل فى القطاع الخاص من ، والدفعات يدعمها وshe صورية والرشطة ذات الحقيقة الخدمة ويدنكي فعندله على الإشباء принимرت متروء من الإشباء الحكومي نعم من النقل مجددا نعم نعم الناشي هذا الداخل سوف تختم في الشركات في القطاع الخاص سوف يكون لديكم لصيني اساس من بين هذه الخدمات التي تقدمها لصيني اساس كان لدينا تعود عن فقدان الشغل يعني يجب الله خصوتي الوظيفة بدون إرادة سوف تعودك لصيني اساس سوف تخلصك لمدة 6 شهر بما تدبرت على خدمة الحصول على التقاعد سوف تصل إلى 61 عام و تفوتها سوف تكمل النقاط القانونية سوف يكون لديك 1 ل 3 زائد تساعد من تغطية صحية يعني ابتداء من الدكتلارات من الدكتلارات من بعد كي يكون لديك تغطية صحية المهم المشاركة في السينيسي صار إجبارية على جميع الشركات في المغرب وبمعنى آخر إجبارية على أي عامل في القطاع الخاص يكون لديك بدون استثناء بمجرد ما كتب العمل في الشركة يكون لديك تغطية بقوة القانون بقوة القانونية يعني حق من الحقوق وعامل الواجبات المشغيل جيد واخر ما كان يساهم أنك عامل في السينيسيس لكي نشط تقاعد صمار؟ يعني مساهمة بالنسبة المساهمة تساهم تقريبا بستة فاصلة سبعة في المية من الصالير أو ما يسمى الصالير دوباز هذا القضية نشرح لكم جيد جيد المهم أنت من الصالير دوباز سيحيط لك 6.7% من الصالير التي تخلص والمشغيل يخلص عليك 21% من الصالير دوباز لماذا نقص بصالير دوباز؟ تبعوا معي جيدة القضية لكي تتعلموا شيء راكين في سوق الشهر يجب أن يعرفون نشرحها في المنطقة نقوم بعمل الشركة نقوم بعمل 5.000 درم من الشهر جيدة من المنطقة نرى ما هي التي تتعلموا لهم يجبون أن تتعلموا 26 لقائق 26 لقائق ومعاً لكن في الصالير كانت تتعلموا في السميك 2 970 درم تماماً قد يتم أن يزيد 5.000 درم ومعاً لكن في الصالير يتعلموا 2 970 درم لماذا؟ ما هي يتعلموا في الصالير لكي تتعلموا منه 6.7% ومعاً ويخلص عليك فلاصة الانساس وهذا الشيء الاخر يحسبوه لك دي بخيم والمهم يجدون لك يعني يجدون إضافات لكي يطلع عليك الصدير كي يجدون لك دي بلاسمن شيء يجب حلاكة لكي يزيدون لك في الصدير لكي يكملون لك 5 ألف لكن يجب الله لك 5 ألف درم تفق طوفينا لكي يجدون لك 21% غالية 21% 2970 درم وهو عنده 10% أو 205 ألف خدام لذلك إنترنته تحسبوه سيقوم بالنسبة لي وعلى سنة استردتك فاوهد اقوم بالنسبة لي وهذا في الصالح لكي يتم حتيزني ولكن لا يوجد هذا الصالح بصمت نشقحها كل شيء. سوف نرى كيف سوف نحسب التقاعد الدياري. مثلا انا اخذ تفوح الشركة عندي صادر مسالي كل شيء قررت انو ستين عام بتنحسب شحال بمقاش تفلان تريت. دونك تبا معنا باش تفهموا بان كيف ستجير. بالنسبة الاول شرط هو خاصك تكون وصلتي ستين سنة. دونك خاصك تكون وصلتي ستين سنة مزيز. وخاصك تكون جمعتي تلتلاف ومائتين واربعين نقطة. الشخص بالنقطة هي النهار ديال الخدمة. دونك شهر خدمتي ستة عشرين يوم يعني عندك ستة عشرين نقطة. شهر الثاني خدمتي ستة عشرين يوم كتزد عندك ستة عشرين نقطة خراكة här 52. بمعنا خاصك تكون خدمتي تلتمية ومائتم واربعين يوم. لكن حاليا نقع واحد تغيير بالنسبة لهذا الشرط ديل تكمل هذه النقطة بشتل انتري تتابع حاليا نكينا الف وتلتمية وعشرين نقطة نكينا. صمارش? مهم هات تلات ومئتي ومئة 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 نقطة راعة ممكن انك تجمعها في 11 عام. 11 عام خدمتي كونتيني قد تتكلمها ستة وعشرين يوم في الشهر راعة لتكون لديل تكارية 440 نقطة. صمارش. بالنسبة للمتابعة. يمكن انك رسر لكم izado للخمسين في مئة صحوق المتواص分鐘 لتواجه في مدة 28 عامات الأخيرة. صمارش? نوضح لكم هذه والعلاقة الج allergies واحد. هو الاستعمال في مائة اخر يجب عليك الباترون اسميك مزيد لماذا لم تتمش لك هذه القضية التي يجب الباترون؟ لأنه من يجب أن تأخذ لانتريت ديارك سيحسب لك كملت مثلا 340 نقطة وانت كتشت 5000 درهم ولكن في الصالة يقضوا باز لانتريت هذا عندك فقط 2980 درهم لماذا نقوله مثلا لانتريت 340 درهم أرى لك كملت 340 نقطة بلانتريت عندك فقط 1500 درهم لكن إذا كنت تفقد على الوال مثلا تفقد على ٥٠٠ درهم وكملت 340 نقطة وصلت إلى ٦٠٠ عام لانتريت تشت فيها ٢٠٥٠ درهم لكن الفرق كبير لماذا لم تتمش هذه القضية؟ هذه من نقطة من ناحية من ناحية التعايد عن فقدان الشغل مثلا اخرج وقت رحل ذلك بدون إرادة وقت العمل فقدت ذلك من ناحية التعايد عن فقدان الشغل ومع ذلك ، 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 بالنسبة لها ، تكون لديك 70% من سرق دباز ، يعني ، إذا كنت تستطيع أن تشتريك 70% مثلا ، هذا السيد من 3,000 درام ، أريد أن تكون 70% التي توقعها إلى 2,200 درام في حالة لك لكن ، كنت تقوم بـ 5,000 درام في سرق دباز ، أريد أن تكون 7,000 درام في حالة لك ، ومع ذلك ، ومع ذلك ، نعود إلى هذه النقطة ، لديك 3,500 درام ، كما قلت أن أكملتها ، كانت وصلت إلى 50% من المتوسط لكي تعمل في حالة 80 إلى 96 شهر ، كما نعرف نصف هذه النقطة ، بقيت أغمونطة ، مثلا ، في العام الأولى ، كنت تعمل مع الشركة بـ 3,000 درام ، ومن بعد ذلك ، كانت 1,500 درام في العام الأخرى ، خدمت معهم 3,500 درام ، بعد ذلك ، 500 درام ، مزيد ، وكما قلت أننا ، المتوسط ، نصف الصلاق دباز ، ولكن الصلاق دباز ، تبتل ، لذلك ، يمكن أن أخذهم الموين ، ولكن ، لماذا يعتمدون إلى 80 أخرى ، مثلا ، تعمل مثلا ، 30 عام ، يعني ، عندما وصلت 52 عام إلى 30 عام ، كنت تشد ، مثلا ، كنت تشد 6,000 درهم ، وهو ماكسيمو أصلا ، في العام الأساس ، 6,000 درهم ، يجب أن تأتيك 3,000 درهم ، كنت تأتيك 3,000 درهم ، كنت تأتيك 3,000 درهم ، ولكن ، مثلا ، كنت أنت ، في هذه الثمانية السنين الأخرى ، 4 سنين ، يعني ، من 52 عام إلى 56 عام ، كنت تشد ، مثلا ، كنت تشد ، كنت تشد ، كنت تشد ، ومن 56 عام إلى 60 عام ، كنت تشد ، كنت تشد ، سأخذ الموين ، الموين ، ما هي حالة ، 5,000 درهم ، أي قسمه على جوج ، بدأتك 2,500 درهم في الإنتريد ، لقد تشد ، من أجل ، من الموين ، كنت تشد ، من الموين ، ويقرب إنتراء فيه ، لكي يزيدونهم في الصادر ، كي يحاولي أن يصل إلى 5,000 درهم ، سيخرج لهم ، لكي يمكن أن يعمل به ، سنعطيك مثال ، كيف ترى ، في الموين ، في السنين 90 شهر ، خدمت إلى 5,000 درهم ، وقد أخذت إلى 5,000 درهم ، كنت أخذت إلى 50% ، وقد أكملت إلى حالة 3,240 نقطة ، لقد أعطينا 2,500 درهم ، و لكن السؤال الذي يمكنك أن تساولها هو إلى مثلا أن تصل لك أكثر من 3.240 نقطة مثلا كيفما نحن عندها فقط 11 عام لكي تكمل 3.400 نقطة انترى خدمتين مع ذلك الشركة حتى 40 عام و عندك 20 عام و انت خدمت وصلت إلى 60 عام هنا سوف تكون قد تيجبها في 11 عام سمع؟ أريد أن تكون في تيها 340 نقطة مثلاً أقول إن وصلت واحدة 5.000 نقطة هذا الشيء الذي حصلت 340 نقطة ما ستضع فيهم؟ لذلك النقطة التي ستضع فيها؟ هناك الجواب الطبيعي للحال لا هذا الشيء التهواء سيقوم بلانتريت كيف سنفعله؟ هذا الشيء الذي يكون زائد على 340 نقطة هذه النقطة كاملة يكون زائدين على 340 نقطة كل 212 نقطة فيهم تساوي 1% نزيد على ذلك 50% سمع؟ لذلك نفترض أنك وصلت إلى 5.000 نقطة نأخذ 5.000 نقطة ونحيد منها 340 نقطة التي تصل إلى الانتريت لكي أعطيك 50% من الصلاة ما سيكون النقطة الشيطين؟ 1760 نقطة جيداً هذا 1760 نقطة التي أشاطت نقسمها على 212 نقطة كانت أعطينا 8.3% لزايدة يعني 8.3% سأعطيها 50% لذلك سأعطينا 3.240 نقطة لذلك سأعطينا 58.3% لذلك 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 58.3% من لذلك سأعطينا 5.000 درهم لذلك سأعطينا ونفترض أن تخلص في آخر 96 شهر لذلك سأعطينا 5.000 درهم كيفما قلنا؟ كان أعطينا 5.000 درهم ونضربها 58.3% ما سأعطينا؟ أعطينا 2915 درهم لذلك هذا هو تقاعد لذلك المهمة سهلة لذلك فهمته غير واحدة المعلومة أن هذا الشيء يعني أكبر نسبة ممكن تصل لها في هذا هي 70% بمعنى آخر وهو ما كان شيء واحد في 4.220 درهم 4.220 درهم واخي يكون جامع 10.000 نقطة واخي يكون جامع 10.000 نقطة يكون جامع 20.000 نقطة 4.220 درهم يعني بلافون 70% مزين المعلومة أيضا إلا بغيتي مثلا يكون عندك تقاعد كبر من 4.220 درهم يعني واش عندك الحق بالنسبة للجواب نعم عندك الحق ولكن خاصك تكون مشترك في صندوق على هذا خاص يعني يكون عندك جوز والتي تخلص فيه كل شهر وعندما تصل إلى التقاعد والجل يجب عليك باركة في الصدر يعني يعني على حسب ما حال بغيتي و ما حال أنت تخلص اليوم غيره سيمياء اختياري مثلا مثلا أنت قد تخلصنا كل شهر 500 درهم ستخرج 1.3.000 درهم هذا سيمياء سيمياء 4.220 درهم وهنا 6.220 درهم المهمة ملاحظة هو تغيير الشرط الثاني وهو أعداء الأيام لما تستطيع إعادة النقاط شكرا للخير لما يكون هناك ميزاجر لما يكون تغييرات مهمة هذا أول بالنسبة للطمان الاجتماعي 2023 تقتطع كل شهر لأنواع كوتيزازيون لذلك كوتيزازيون اللي يخلصها كوتيزازيون وكوتيزازيون لذلك كوتيزازيون المهمة لكوتيزازيون تقطع من الصالرية الأجل المصرح به لدى هذه الشركة أو هذه المؤسسة بالنسبة للصالرية اللي هو المو الضف يقطع له 4.42% ويقطع له 26.26% من اللامو. هذا اللامو هو التغطية الصحية. اي لامة يويل. ربعة فساعة امية وربعين في المائة. كان فيها اعلان تريد. كان فيها التعويض عن فقدان الشغل. وفيها حواليش خرى. بالنسبة للشركة. شحابة تخلص عليك. كتخلص عليك ستاش فساعة امية واتسعين في المائة دي لامو. دي اللامو. دي التغطية الصحية. ذاك شاش كيف ما قلت لكم. كتحول ما امكان تنقص لك اللاسة الاغدوبة ستتخرج هي ذاك ما تخلص عليك. وذلك ساعة تزيدك ذاك الشيء الاخر اللي تفقق عليه. مزيد. ولكن بالنسبة لهذا السينيس ارى حط بلافون بالنسبة للصالير. مثلا ما يجيش واحد يقولك انا كنتخلص ربعة مليون. انا دي ربعة مليون. باش تخرج لي مثلا فلانتريت وجوج المليون وثلائية المليون. ذاك شراء ما كنش. بالنسبة لهذه التغطية اللي يحسبو على الصاليغ بغير دوباز وصاليغ دوباز كيف ما قلنا. ارى البلافون يبحث عن من ألواتيك. ماذا يأت حقوق من أجل لا Lake ستخرج من ألواتيك؟ لذلك يتخلص مليون ماذا يفعل؟ يأت حقوق من ألواتيك من ألواتيك. والآن يتدخل من ألواتيك. ويأت حقوق من ألواتيك. بصريق البعض. يعني ماكسيمو دي الكوتيزازيون هي ستالاف تندربوها تفربعة فاسعة ثمية ومعين في المية كتعطينا ميتين وثمية وستين درم. دونك ميتين وثمية وستين درم. وبوال ماكسيمو ديال الخلاص ديال السينيسيس بالنسبة لكوتي ديال الصالغي. اما بالنسبة اللامو را ما عندوش يعني شي بلافون. قد ما كانت الصالغي بغيت امبوزار. بالنسبة لو نرى السميك والسماك. دونك الشيء درخص كونت عارفوا. عشنا هو لحد الأدنى للأجور. لانه هو مقنن. باش ما يجيش واحد يقول لي الله ارباطر وضرب عين في اندرهام والألف وخمسمية ولا اراخص يحترم القانون. بالنسبة لهذا السميك والسماك وهو كتما لحد الأدنى للأجور. يعني الدولة حتى واحد لحد الأدنى للأجور ما خصنتنا بتعلي نهائيا. اي واحد تختم في الشركة. را ستصريره كي يبدأ من هذا الحد الأدنى للأجور. مزيان. كيف كل عامين وثلاث سنين كيتزاد. المهم حاليا را ستزاد عشر في المئة. خمسة في المئة تزادت وخمسة في المئة اخرى ستزاد شرط سعود. مزيان. بالنسبة لهذا السميك. اه كانت في الأول 14.81 درهم للساعة. دابا ولت 15.55 درهم للساعة. هذا هو الحد الأدنى للأجور بالنسبة ونسبة له زيناته. والناس اللي يتخلصون السواه. 15.55 درهم للساعة. ببتداء من اه 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 شهرة سعود ديال عام 2022. شهرة سعود عام 2022 حتى الدابة ما زال احنا خدامين بسميك ديال 15.55 درهم للساعة. شهرة سعود ديال 2023. يعني يأتي لهذا العام. في شهرة سعود ستزاد 5% اخرى. لذلك سيقول لحد الذي أجوره بالنسبة للساعة هو 16.29 درهم سمارش. هذا هو الحد الأدنى للأجور بالنسبة السواه. بالنسبة للناس اللي يتخدامين في القطع الفلاحي. سمارش اللي هو السمك. هذا هو اللي يتسمى السمك. القطع الفلاحي هذا يتخلصون النهار. لذلك لحد الأدنى للأجور في النهار. ما هي تخلصون النهار؟ وهو 84.37 درهم. 84.37 درهم بداية من شهر تسعود 2022. في الأول كانت 76 درهم بفاصيلة 70. يقول لك شيء ما يتخدمونه النهار او كانت تخدمونه بـ 15 مئة. سمارش. هذا هو رولات الخدمة بـ 84.37 درهم بداية من شهرة سعود 2022. شهرة سعود عدد 2023. في هذا الشهرة سعود الزيادة 5 مئة. سيكون 88.58 درهم بداية من شهر 90 درهم. هو الحد الأدنى للأجور في القطع العفلاحي بالنسبة لخلص زياد النهار. مزيان؟ هذا هو القطع العام. القطع العام السميك. القطع الخاص. السماك. عفوا. بالنسبة للسميك كان جال القطع العام والقطع الخاص. بالنسبة للسميك. وهو ديال اه الناس يخدم في الفلاحة. بالنسبة للسميك ديال القطع العام. كان السميك جاله هو 3000 درهم. دابة سيكون 3500 درهم. حاليا هو وقت دائما 3500 درهم. هذا هو الصادر ديال الشهر ديال الناس يختمين مع الدولة. اذا كان هنضر على الصادر المينموم. يعني ما يقدروا شيئا بطوء على هذا الصادر هذا. دابة سننجزوا لهذا الأمور اللي ستحتاجوها من بعد ما تختموا في الشركة. نعمots. وفي فعل ذلك الانسجي لا WY znajd. ملة أسلوشك و lingقيウ 有 الانسجايات واحدة. وقت ديالون الابناء كانوا انت خلص عليهم. تخلص عليهم تلتمية درهم طفل الأول تلتمية درهم الترهم لطفل الثاني 300 درهم الطفل الثالث خمسين درهم مئة درهم الطفل الرابع مئة درهم الطفل الخامس ومئة درهم الطفل السدس سمعش؟ كانت في الورقة تخلصوا عليهم ثلاثين درهم واقعين مهم دمتزات المهم من اللي انت كتتخدم في الشركة رأيك تدكدارك وتطور بطيقهم يعني الشركة كدولك تجيب لي فوتوك بيطارها كارت وتصويرها باش تدكدارك في السينسيس كتديب عليهم من بعد كتديب البطاقة ديال تجيل في السينسيس بحلها كارت ناسولار مهم ورقة بحلها فيها المعلومة ديالك في السينسيس في المعلومة ديالك وشي بلا أنك تسجيل في السينسيس مزيلا انت دابا مثلا تزوجتي رأيك تجيب وطيق لكي تدكدار المدى بالنسبة إلي جاب الله تزد عندك وليدات تجيب الوطيق لكي تدكدار وليدات دابا بالنسبة للوطيق متلوبة تتسجيل الأبناء في صندوق الوطن الاجتماعي عندك شهادة الحياة للطفل عقل الزياد نسخة من بطاقة وطنية للزوجين نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي لكي يعطيك بس جلد في السينسيس رقم الحساب البنكي الريب لكي يبقى يدوزوك التعويضات للوطن لكي يبقى تسنين تأتيك الكود وتمشي للبنك لكي يدوزوك يعطيهم للوطن يبقى يدوزوك نسخة من عقد الزواج مصدق عليه هذا في حالة مزامة شهادة عدم العمل للزوجة بالنسبة لوطاك مطلوبة تسجيل الزوجة عندك نسخة من بطاقة طلاصية للزوج نسخة من بطاقة وطنية للزوجة والزوج شهادة عدم العمل بنسبة للزوجة لزوجة الأجير وعند نسخة مصادقة عليها من عقد الزواج بالنسبة للزرورة الزرورة يعني أن الناس ولفوا يقولوا أكاك أما هي تسمى التعويض عن عطلة الزواج كأن شركات تكلفوك للابدأ أن تجمع الوطاق ودفعه من رأسك بالنسبة للوطاق بجأنك تشدد الزرورة هذه عندك نسخة من بطاقة الوطنية عقد الزواج طفل ملء الطلب التعويض عن عطلة الزواج يعني موجودة هذه فلسطيني الساس كتأخذها عندهم مطبوع فلسطيني الساس أو كتأخذها من السيت زائد المبلغ التعويض يعودك كتشد تعويضها ثلاثة أيام من الأجرة الشهرية بروت كما ترجع لك القادية على الصلاة بروت يعني ذلك الصلاة اللي هو الديكلارة كنت أجلب لك ثلاثة لفدرهم أرابة يتشدها الزواج ثلاثة لفدرهم يعني ثلاثة لفدرهم قسم على 26 يوم تكشيحك بتضربها في ثلاثة بحيث ذلك يتشد مزيان إذا أجلب لك خمسة لفدرهم أرابة تكون الزرورة يعني مزيانة في حالة تعديل العنوان شخصي في حالة بالثلاثة العنوان تجيب لهم نسخة بطاقة التعريف الوطنية نسخة بطاقة تجيل لدى الصندوق الوطني مطمئن الاجتماعي يعني ذلك الكارد مثل تسكنة تشريع العنوان الجديد أو تصريح بالشرف يحمل العنوان الجديد هذا الشيء فيما يتعلق بلاس الاساس مهم هذا الشيء كامل يجب أن تكونوا عارفين ونحن نعطيه هنا شروحات ونعطيه أمور لي يعني ما كينيش فقط نشوفه نحن في الانترنت وفي حوج الخلال القواعد لكن أمور بحال هذه وبعد القوال وذلك ما كانش يقولهم لنا كتسبدهم هم فتلا فورمانسيوهاتي